السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبب 21 تشرين الثاني أكتوبر من شهر عشرة القمر اليوم استقر في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة ستة وخمس دقائق من صباح يوم الغد الأحد لا ينتقل القمر بعديها لبرج الدلو طبعا اليوم في عنا زاويتين قويات جدا وسلبيات جدا فعشان هيك لازم تسمعوهم تنتبهوا لهم وتنتبهوا لآثارهم بشكل قوي لأنه ما رح يكونوا سهلين بالفترة القادمة بالنسبة للقمر طبعا موجود الآن هو في منزلة ساعة ذابح ما رح هي للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل موجود القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 31 دقيقة من بعد منتصف ليل يوم السبت لينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة بلع يعني بعد منتصف ليلة السبت الجمعة على السبت بنص ساعة بتوقيت جرينيتش بصير القمر في منزلة ساعة بلع وبظل طويلة اليوم موجود في هاي المنزلة وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية بما أن القمر موجود في برج الجدي فنصبح في هاي الفترة أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل شيء بأرقنا ندرك أن الأمور مش سهلة بالنسبة لألنا بعضها ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين بلوتو اللي بدأ تأثيرها يوم 18 عشرة ومستمر تأثيرها ليوم 23 عشرة طبعا ذكرتها أنا يوم 18 عشرة اليوم ذروتها ساعة 12 وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل قلنا أن هذه الزاوية بتدفع للكآبة والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادنا وبتسبب أنها نزاعات شديدة مع محيطنا والأشخاص اللي عندهم أي تعب صحي بتعلق بالقلب ينتبهوا لأنه بالفترة هاي بتزيد الأزمات القلبية لأسبابها العاصبية أو حوادث عن طريق النيران وبتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك بالخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق بهاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية أيضا خطيرة برضو اليوم ذروتها هاي زاوية زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو طبعا ذكرناها يوم 14 عشرة وقلنا أنه هاي مستمرة أثيراتها ليوم 28 عشرة ذروتها يوم 21 عشرة اللي هو اليوم الساعة 2 و 8 دقائق عصرا بتوقيت جرينيج بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا بتسبب عدوات خفية كمانها بتزيد من حدة شهوانيتنا بشكل سلبي وبرضو هذا الشيء ممكن يضرب بالصحة أو يسبب أمراض خطيرة برضو بيدل على وجود مؤامرات ضد حكومة سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق وظواهر الطبيعية كالزلازل والبركين وأمور تتعلق بالتحارية الطبيعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون دروتها الساعة ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة بعد العصر بتعزز قدرتنا أو قدراتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر من ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نيبتون هذه الزاوية رح تكون دروتها الساعة ستة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فإن أكثر المستفيدين هم الأشخاص اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور التجميل وأيضا هذا وقت مناسب للراحة وبتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا ابتمنحنا كفاءات وخصوصا للعمل الروحاني أو العمل المسرحي أو الأمور الفنية إجمالا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي خلال هذا اليوم الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن أما بالنسبة للعمليات الجراحية فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وهذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه بالجدي وقلنا أنه خلو المسار يوم الغد رح يكون ساعة ستة صباحا بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة ستة وخمس دقائق صباحا لا ينتقل القمر ويستقر في برج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر سبع أيام في تمام ساعة عشر وتسعة عشر دقيقة صباحا بصير ثمان أيام نسبة الإضاءة ثمانية واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الجدي حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيد الآن بنسبة مية في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة ستين في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 10% الزهرة في العذرة حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدوا من روعكم وما تنفعلوا واتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعضكم اليوم يذهب في رحلة أو يروج العمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها بالفترة الماضية وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية وأيضاً زي ما حكينا فترة ممتازة للامتحانات أو المناقشات أو الدراسات العليا وتقديم الأوراق اللي إلها علاقة بالسفر بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليكم أن تتحلوا بالليون والتفكير الموضوعي يعني ما في داعي إنه شوي هيك تبالغوا في المراهنات المالية أو الأمور اللي إلها الدخول بمشاريع مش محسوبة بشكل جيد بدك تكون عقلاني وحاول أنك ما تداين حد فلوس أو تكفى الحد بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري أو هاي فترة يعني جيدة للأمور هاي ولكن بظل فيها بعض السلبية والضغط فما بينفعك سواء الصبر لأنه طاقتك ضعيفة فشوي بدها هيك يعني تتحامل على نفسك خلال هذا اليوم وتكون مرن لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات اللي ما تقدر تمسك حالك بالنسبة لموليد برج الأسد بدكوا تنجزوا اليوم ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وإدارة الوقت لأنه ممكن اليوم تعملوا لوقت إضافي إذا ما أتممتوا عملكم بوقتها وحاذروا من الجدال مع المعاونين أو زملائكم أو زبائنكم وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية وأنا بحب أنصحكم أنوا اهتموا بالعمل الضروري وما تهتموا بالأعمال اللي ما في منها فائدة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبياً فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاولوا أن تصححوا الأخطاء قدر الإمكان يوم مناسب للعواطف والمناسبات والأفراح والتقارب والترفيه والتجميل وممارسة هواية أيضاً بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر بعض المشاكل الشخصية اللي تسبب لك نوع من أنواع القلق والتوتر وما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً اليوم تنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعاً اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادةً بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف الأموال ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال أيضاً ممكن تهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فهي فترة إيجابية وممكن تحقق من خلالها ربح ماء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية فيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد اليوم لأجواء إيجابية ودعمة وتعتبر بداية قوية بالنسبة لألك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً يوم آخر لا بدك تصبر ليوم الغد لا تتحسن الأمور فيوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر لأنها فترة سلبية مخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برضو مش أي شخص بيوعدك في شيء تطمئن له لأنه عادي ممكن ما يوفي بوعده برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن اليوم يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وبتعزز شعبيتك وممكن تحصد أرباح أيضاً ابتعفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخفي الضغوط وبيطمئن بالك اليوم مكاسبك كلها من صداقاتك وعلاقاتك الاجتماعية ولكن نصيحة حاول أنك تنجز كل المهم عندك اليوم لأنه ابتداء من صباح الغد القمر رح يوصل لبيت متاعبك فبتدخل في فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم